أهلا بكم والبداية من آخر تطورات في البلاد إذ كشفت الهيئة العليا لمكافحة الفساد عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة والمستشار السابق في رئاسة الوزراء هيثم الجبوري بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع الهيئة وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية أفادت بأنها تمكنت من تنفيذ أمر القبض جراء تهم تتعلق بتضخم أموال الجبوري وآثاره على حساب المال العام وأوضحت أن أمر القبض جاء على إثر عمليات التحري والتقصي عن أموال المتهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاها عن قيم العقارات والعجالات وكميات الذهب العائدة له فضلا عن القروض وراتبه بصفته مستشارا لرئيس الوزراء السابق التي توصلت إلى وجود تضخم في أمواله يقدر بأكثر من 16 مليار دينار